موسيقى انتشرت على مواقع تواصل اجتماعي وثيقة أكد زواج الفنان اللبناني هيفاء وهبي من مدير أعمالها محمد وزيري وتبين قيمة المهر المتفق عليه وبحسب عقد الزواج الذي جرى تسريبه فإن مهر الفنان اللبناني هيفاء وهبي من محمد الوزيري كان ألف جنيه مصري من جانب آخر انتشرت صورة لمحمد وزيري من داخل السجن في مصر بعد أن قررت نيابة العامة تجديد حبسي لمدة 15 يوما إضافية على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة والنصف والإحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنان اللبناني هيفاء وهبي عندما كان مدير أعمالها للاستيلاء على الأموال وممتلكاتها في مصر وسبق وقررت هيفاء تحرير محتر ضد وزيري تتهم فيه بسارقتها والإستيلاء على مبلغ يصل إلى مليون دولار بحكم التوكيل الذي بحوزته للتصرف في التعاقدات الخاصة بحفلاتها الغنائية وأعمالها الفنية نظرا لوجودها المستمر في لبنان والثقتها بي وفي إدارة أعمالها ويتولى المحمد ياسر قنطوش مهمة الدفاع عن الفنان هيفاء وهبي الذي أكد في البلاغ المقدم ضد وزيري أن موكلته وهيفاء كانت وكلة الأخير بأن ينوب عنها فيما يتعلق بالتفاوض بشأن حفلاتها وأفلامها وأعمالها التلفزيونية والدعائية وتوقيع العقود الخاصة وقبض بدلاتها وتقديم الإصالة الناتجة عن ذلك وأضاف أن المدع عليه كان يقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات ويتولى تسلم البدلات المادية المتفق عليها مع المنتجين والمتعهدين وكان يقوم أيضا بإذاعها في المصر في حساب خاص واستولى وزيري بحسب محام هيفاء على تلك المبالغ بعدما كان يتقاضاها من المنتجين ورأى في شكوى أنه خائل للأمانة وأنه استغل التوكيل المحرر له رغم أنه كان يتقاضا أجرا مقابل عمله كمدير لأعمال فنانة وعمل محمد وزيري لسنوات طويلة كمدير أعمال هيفاء وهبي ومنذ عامين شارك بدور في مسلسل لعنة كارما حيث جسد شخصية شقيق والذي لا يعرف عن الروابط العائلية بينهما في حين تؤدي هيفاء دور المحتالة التي ترغب في استعادة حقها المال من والدها كما أنتج لها محمد فيلم أشباح أوروبا كأول تجربة له بالإنتاج في 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر